أعزائي طلبة طلبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخاص الالكترونات أهلنا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترونية النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا الموضوع ده هو اللي بنشتغل به في إرسال إشارة الصوت واستقبال إشارة الصوت في الأجهزة التلفزيونية وفي مواجهة الأجهزة الإزاعية اللي هي شغالة FM والتلفزيونية الصوت فيها بيتباعة FM إذن الـ FM ده مهم جدا النهاردة هنتكلم على طرق كشف التعديل التردد اللي هو الـ FM Modulation إزاي بفصل الموجة الحاملة عن المحمولة في التعديل التردد إحنا خدناها قبل كده في التعديل التساعي اللي هو الـ AM وعرفنا بتتم إزاي النهاردة هنتكلم عليها في التعديل التردد إزاي بيتم كشف الموجات الـ FM أول حاجة لازم نعرفها إن الشكل بتاع موجة الـ FM إحنا عارفينه ده إشارة متغيرة في التردد وثابتة في الـ التساع يعني اللي بيتغير فيها الفريقونسي أما المتيوت بتاعها ده ثابت يبقى ده الشكل اللي إحنا عارفينه بتاع موجة الـ FM طيب إزاي حنبتدي نفس الموجة الحاملة عن الموجة المحمولة المعدلة تردديا وإزاي أستخلص منها الإشارة الصوتية ليخصة بموجات الـ FM في عندنا طريقتين للكشف بتاع الـ FM في عندنا طريقتين أو في دايرتين الاتنين صحة طريقتين أو دايرتين الدائرة الأولية اسمها مميز فوستر سيلي والدائرة التانية اسمها كاشف النسبة كاشف النسبة إحنا المقرر علينا دايرت مميز فوستر سيلي بس حندي فكرة برضو عن كاشف النسبة عشان نبقى عارفين الدوائر اللي موجودة عندنا طيب نشوف الأول خلي بالك بقى معايا إزاي بتم كشف التعديل الترددي وإيه هي الأجزاء اللي أنا عايز أعرفها ومهمة جدا بالنسبة لي قبل ما نخش في دوائر كاشف الموجات ال-F-M نشوف الكلام دا على الشاشة كاشف التعديل اللي هو ال-F-M اللي هو ال-Frequency Modulation اللي هو التعديل الترددي طرق كاشف التعديل الترددي اللي هو ال-Frequency Modulation زي ما قلت لك فيه اتنين طريقة الأولى مميز فوستر سيلي والتانية اللي هي كاشف النسبة كاشف النسبة تعالى بقى نشوف حاجة معينة مهمة للغاية قادي الموجة المعدلة تعديل الترددي وقادي داينة الكاشف وديه الإشارة اللي تم كشفها يعني دا كاشف تعديل F-M وديه الإشارة اللي تم كشفها موجة F-M معدلة كاشف F-M F-M دي Modulation هو الإشارة اللي تم كشفها الإشارة اللي تم كشفها بتحتوي على تلات نقاط أساسيين ايه هما سفر والجزء الموجة والجزء السالي أنا جبت دول منين جبت دول من الإشارة دي خلي بالك كويس قوي من الكلام اللي أنا بقوله لأنه هو دا محور فهم دا يدتكشف F-M فيه تلات نقاط هنا صفر وموجة وسالب جم من تلات حاجات في الإشارة المعدلة F-M ايه هما التلات حاجات دول نرجع نفكرك خليك بقى معايا لما جينا شرحنا دواير الاستقبال او بتاعة F-M وقلنا فيه عندنا دايرة كاشف تنقسم الى المميز ومحدد كاشف ينقسم مميز ومحدد قلنا المحدد دا بشيري الشوشرة والمميز افتكر كده آه كان بيحول التغيرات في التردد الى التغيرات في التساعة التغيرات في التساعة اللي بقولك عليها التلات نقاط الصفر والموجة والسالب طب ايه هي بقى التغيرات في التردد هارجع وافكرك تاني التردد المتوسط كان في جيستر F-M كان كام تمام مزبوط عشرة وسبعة من عشرة ميجيه ارتز طيب التردد دا الاشارة اللي جاية معدلة تردديا خلي بالك كويس من الكلام اللي انا بقوله الاشارة اللي جاية معدلة ترددية ودخلة على مميز فوسترشيد عليها الموجة دي المعدلة ترددية فيها تلات احتمالات فيها تلات احتمالات الاحتمال الاول التردد يكون اعلى من العشرة وسبعة من عشرة هذه واحدة التردد يكون اقل من عشرة وسبعة من عشرة هذه اتنين التردد يكون بيساوي العشرة وسبعة من عشرة ميجي هيرتس يبقى فيه 3 احتمالات للتردد يا اما يكون اقل من 10 و7 من 10 يا اما يكون اكبر من 10 وال7 من 10 يا اما يكون بيساوي العشرة وال7 من 10 هو ده اللي بكلمك عليه تعالي شوف الكلام ده تعالي شوف الكلام ده على الشاشة لو بصت هنا ركز كده معي قد التردد اللي جاي ده اهو تردد يا اما قال عادة الزبزبات قال يا اما اكبر يا اما حيساوي العشرة والسبعة من عشرة التلات احتمالات اللي هنا دول هما اللي بيدون التلات احتمالات اللي هنا يبقى فيه تلات احتمالات في التردد واضحين جدا يا اما اقل من التردد المتوسط اللي هو عشرة والسبعة من عشرة يا اما اكبر من التردد المتوسط يا اما بيساوي التردد المتوسط هيدوني ايه في الخارج هيدوني يا ادمة الصفر هما الموجب يا اما السالب. والترتيب هنقوله امتى تديني صفر وامتى لما يكون الترد بيسوي الترد المتوسط هيديني صفر. لما يكون الترد الاقل هيديني الجزء السالب. لما يكون اعلى هيديني الجزء الموجب. طب هو ده هو ده اساس مين? اساس الشغل بتاع كشف الاف ام. اساس الشغل بتاع كشف مين? الاف ام. تعال نشوف كده. دايرة مميز فوستر سيلي. تعال نشوف الدايرة عبارة عن ايه بالزبط? الدايرة اهي بتاعة مميز فوستر سيلي. ده ترانزستر المحدد اللي هو بشيل الشوشرة وبيعمل ازالة للشوشرة. وعندي هنا سي واحد. اللي واحد داية رانين. وعندي سي الاتنين داية رانين. سي الاتلاتة داية رانين. ازان دوائر الرانين ده كلها مزبوطة ومنغمة على العشرة وسبعة من عشرة. يعني الدايرة دي كلها متزبطة على العشرة وسبعة من عشرة. وخلي بالك بقى معايا. في عندي هنا السناء دي واحد. وفي عندي السناء دي اتنين. مهمين جدا هم دول اللي اعملوا معايا كل الشغل. ولاحظ. ولاحظ. ولاحظ ايه? الجهد اللي على السناء دي واحد. اهو. متصل مع الملف اللي اتنين. ادي طرف. والطرف التاني متصل مع اللي تلاتة. مع اللي اربعة اسف. اهو. اهو. شايفو? اهو. كوز اده. يبقى. النقطة دي جايبها لي. والنقطة دي جايبها لي الجهد على دي واحد. والنقطة دي. والنقطة دي جايبها لي الجهد على دي اتنين. وهنقولها بالتفصيل. وهنا فيه عندهم قومتين ومقصفين على التوازي مع بعض. دول اللي باخد منهم اشارة الخارج. شوف الاشارة اللي داخلها هي. دي مهم اوي اساسيات الدائرة دي. خلي بالك بقى معايا. اولا الجهد بتاع الملف السنوي. اللي هو الجهد دي على الملف السنوي ده. بسميه اي 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 الجهد اللي على دي واحد بسميه اي دي واحد والجهد اللي على دي اتنين بسميه اي دي اتنين يبقى الجهد اللي على دي واحد بسميه اي دي واحد الجهد اللي على دي اتنين بسميه اي دي اتنين الجهد اللي على ال الى ثلاثة بسميه ال الى ثلاثة طيب عظيم تعالى بقى هنا نشوف حاجة اسمها متجهات عمل دائرة مميز فوسترسل ايه المتجهات خلي بلك بقى معايا انا بقول هنا هركز كده بقى معايا في زاوية وجه بين ال 2 و ال 3 180 درجة يعني لو كان الجوة دي هنا موجب هنا يبقى سالم لو كان هنا سالم وهنا لو موجب يبقى سالم حكس 180 عظيم وفي خلي بلك بقى معايا هو بين ال 3 ال 3 هو اللي هو الجوة دي على ملف 3 وبين ال 2 بص كده كم 180 درجة خط مستقيم طيب ال 4 اللي هو الجوة على ملف 4 عمودي عمين على ال 2 و ال 3 عمودي على ال 2 و ال 3 او عمودي على ال 2 و على ال 3 عمودي يعني عمل زاوية 90 اهو مع ال 3 دي ال 4 هو عمل 90 مع ال 3 اللي هو اهو و برضو ال 4 عامل 90 مع ال 2 اهو فاكر الكلام اللي لسه يقول لكم من شوية خلي بالك الجوة دي على دي 1 اهو هو محصلة ال 2 اهو و ال 4 فين الجوة دي 1 اهو مجموعة محصلة ال 4 اهو و محصلة ال 3 اهو ده اي دي اتنين كده يبقى انا عرفت المتجهات كلها ركز بقى معي يبقى فيه حاجة عندنا اسمها المتجهات لازم نبقى عارفينها ان الجوة او قبل المتجهات بنقول ان محصلة الجوة اللي على دي 1 هي ال 2 و ال 4 و محصلة الجوة اللي على دي 2 اللي هي اي دي 2 ال 3 مع ال 4 دي 2 المحصلة بتاعت الجهود بتاعتهم وعرفنا ان الدائرة كلها عبارة عن دائرة ترانين مزبوطة على العشرة و السبعة من عشرة ميجا هيرتس عظيم لو انا دلوقتي عايز اعرف طريقة عمل الدائرة بتاعت مميز هو مميز فوستر سيني ده كان منه مين اه ترانزوستر محدد شفنا في الدايرة ايه اللي هيحصل الاشارة هتتنقل من اخر مكبر تراند متوسط الى داخل الترانزوستر او البيز بتاعت الترانزوستر اللي هو شغال كمحدد عشان يشيل الشوشرة وبعدين بعد ما يشيل الشوشرة المحدد يبتدي يود الاشارة دي مين لدايرة فوستر سيني اللي هي دايرة كشف الاف ام الاشارة اللي جاي او خرجة من المحدد دي ده ترد تغيير في الترد يا اما تساوي التردد بتاع العرنين اللي نزابط عليه الدايرة اللي هو العشرة والسبعة من عشرة يا اما اقل منه يا اما اكبر منه يبقى دول التلاتة احتمالات اللي اشتغل عليهم وهم دول التلاتة احتمالات اللي هيجبوه لي يا اما صفر يا اما سالب يا اما مجد دول التلاتة احتمالات اللي في الداخل اللي بقابلهم تلاتة احتمالات في الخارج ودول اللي هما معناهم 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 تائلة كشف الاف ام تقوم فاكرين بتحويل التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع. وساعتها قلتلك اوعى تقول بيحاول التعديل الاتساعي للتعديل التردد للتعديل التساعي. او التعديل التردد للتعديل التساعي. ده غلط. لأ. انا بحول التغيير في التردد الى تغيير في الاتساع. طيب. نشوف بقى ازاي الدائرة دي بتشتغل. خلي بالك بقى معاي. بص كده. كلام اللي احنا قلناه. الجهد اللي بين. اي 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 من اربعة. عزيب. تعال نشوف طريقة العمل. ادي كده المحاصلات بتاعتنا. نشوف كده. طريقة عمل او كيفية عمل دائرة مميز فوستر سيني. هنلاقي الكلام اللي احنا قلناه اهو. تدخل الاشارة الناتجة خلي بالك معايا. من اخر مكبر ترد متوسط الى قاعدة الترانزيستر تي ار المحدد اللي هو ده. فتظهر في دائرة المجمع سبتت بص الاشارة سابتت للتساع متغيرة التردد. يعني الاقي اشارة اهي. اتساعها ثابت والتردد هو اللي بيتغير. وتشارت من عليها الشوشرة. اي تم ازالة الشوشرة النتيجة من التدخلات الكهربية والجوية. وعدم انتظام التكبير. شلنا الشوشرة كلها. ثم تنقل بالحسر متبادل. الاشارة اللي خرجت ايه? من سي الواحد سي واحد الواحد اهو. سي واحد الواحد. هتروح بداية رونين. داية رونين للمحدد الى. هتنقل بقى النحط التانية الى ال اتنين الى تلاتة الاربعة. ومنها الى دي واحد ودي اتنين. اتنقل الاشارة بالحسر متبادل بين سي واحد الواحد الى ال اتنين الى تلاتة الى اربعة سي. اهي. وبعد كده تخش على دي واحد ودي كام? ودي اتنين. تعال نشوف بقى التلاتة احتمالات. اولا عندما يكون تردد الدخل يساوي التردد المركزي لو اتنين توسط لقى الى عشرة والسبعة من العشرة ميجا هرتس. خلني بلاك بقى معنا. قد اول احتمال. الاحتمال الاولاني ده هيجيب لي حاجة في الخارج. حجم التلاتة. يا الصفر. يا السالب يا نوجد. حنشوف دلوقتي هجيب ايه? لما يكون التردد اللي جاي بيساوي التردد المتوسط. خليك فاكر الجملة اللي كويس قوي. يبقى التردد اللي جاي ده. جاي على هوا دائرة الرانين. على مزاك دائرة الرانين. ليه? لان دائرة الرانين مزبوطة على عشرة وسامعة من عشرة. والتردد اللي جاي. جاي بيساوي عشرة وسبعة من عشرة. يبقى زيب الزبط. اذن التردد ده بيساوي ده. تبصت لابي تنا فيها اسيمترية. يعني القلقة الجهد اللي على ال تنين. قد الجهد اللي على ال تلاتة. القلقة الجهد اللي على دي واحد. قد الجهد لعلى دي اتنين. الاقي الجهود اللي على ار واحد قد الجهود اللي على ار اتنين اللي هي في الخارج. بس الجهودين هيبقوا ايه? متضدين. ما احنا قلنا في زاوية وجه 180 درجة. يعني واحد في اتجاه واحد في اتجاه تاني. يعني واحد بخمسة بولت واحد بنقص خمسة بولت. هيبقى المحصلة بتاعتهم كام? مصبوط. صفر. ودي اول نقطة. دي اول نقطة في الخارج. مش احنا قلنا يا تدينا صفر يا موجب يا سالب? اه. ادي اول نقطة ايه. لما كان الترد متوسط بيساوي الترد المركزي اللي هو على عشرة وسبعة من عشرة. ايه اللي هيحصل? الجهود اللي على. خلي بقى معايا. اللي على ايه اللي اتنين? قد الجهود اللي على ايه اللي تلاتة. يعني ايه اللي اتنين? قد جهود ايه اللي تلاتة. الجهود اللي على ايدي واحد? قد الجهود اللي على ايدي اتنين. الجهود اللي على ار واحد? تقد الجدع اللي ارى الاتنين متضدين ازان المحصلة هتكون ايه سفر. تعال نشوف الكلام ده? تعال نشوف الكلام ده بالشرح. وبالمتجهات كمان. نشوف الكلام ده على الشاشة. يبقى اول حاجة عندنا عندما يكون تردد الداخل بيساوي التردد المركزي اللي هو التردد المتوسط. نشوف كده ايه اللي هيحصل. بص كده معي. اول ما التردد اللي جاي دة. يساوي التردد بتاعة糖ة بتاعتي. كلها 10 و7 من 10. بص خالبك بقى معايا. هلاقي. ايه اللي 3 قدي ايه اللي 2. بص كده الجهدي على الملف ده. ادي الجهدي على الملف ده. وطلاق ما ده. بص خالبك معايا ده. قدي ده. هلاقي ايه D2 اهو جهدي على السنائي ده. ادي الجهدي على السنائي ده. يعني انت لو قست الخط ده اهو قدي ده بالزبط. بس ده في اتجاه وده في اتجاه تاني. صح? وده برضو اللي ده اتنين في اتجاه. وده في اتجاه تاني بس متسويين. والجهد اللي على ار واحد قدي الجهد اللي على ار اتنين. وحيكونوا متضدين. يبقى المحصرة عندي ايه صفر. طب ما تيجي نكتب الكلام ده. نكتب الكلام ده. ازاي كتب نكتب كتب. وخلي بلك بقى معك. اول حاجة ناخد الشرح بالرسم الاول اهو. الجهد اللي على ال اتنين قدي الجهد اللي على ال تلاتة. اهو. والجهد اللي على دي واحد قدي الجهد اللي على دي اتنين. اهو. والجهد اللي على ار واحد هيبقى قدي الجهد اللي على ار اتنين. ودول المتضدين هيجيبها لنا كده الجهد يسوي كم صفر اعني اول حاجة تقول الدائرة الى مقاومة مادية يعني ايه مطال اما خلاص ال XL اللي سويت ال XC بقى المقاومة بصفر مادية المقاومة بس يبقى على طول زلدها هتسوي صفر فرانين يبقى ايه ذا المقاومة هتسوي مقاومة مادية مش هتسوي مقاومة مادية مقاومة المادية بس بتاعت السلك. بتاعت مين? بتاعت السلك. لان هنا زي ما قلت لك اكس ال اللي بيساوي الاكس سي خلاص ده لف ديرتران مين? الترد اللي جاي بيساوي الترد المتوسط. يبقى الاشارة متقابل مقاومة مادية. ولو سعوية ولا حسين. عظيم. يبقى انا عرفت اول نقطة. لما يكون الترد اللي جاي بيساوي الترد المتوسط او الترد المركز اللي هو عشرة وسبعة من عشرة. يبقى الاشارة اول ما هتقابل هتقابل مقاومة مادية. ملاهاش دعوا بمكسفات. ملاهاش دعوا بملفات. ماشي? لان زد زد الممانعة في حياة التردانين بتساوي زي. عظيم. ايه اللي حيتم بعد كده? اللي حيتم اني اول ما على طول الاشارة تقابل مقاومة مادية. هبص لقى ال اي ال تلاتة اكبر ال اي ال اتنين زي ال اي تلاتة اي دي اتنين قد ال اي دي اتنين قد ال اي دي واحد. الجود اللي على ار اتنين قد الجود اللي على ار واحد تبقى المحصلة عنده بصفر لانهم متتضدين. نرجع على الشاشة ونشوف الكلام تاني. هيبقى على تقول الاشارة الى مقاومة مادية. واي اس هيكون في اتجاه اي ان. اي اس اللي هو تير الخارج. في اتجاه الجه. من بيان المتجهات. المتجهات دي. هلاقي اي دي اتنين يساوي اي دي واحد اهو. ادي اي دي اتنين وادي اي دي واحد. والجهد اللي على ار اتنين قد الجهد اللي على ار واحد اهو الجهد اللي على ار اتنين قد الجهد اللي على ار واحد. وبما ان الجهدين ما هم متضدين. ومتساويين. ازان الخارجة هيساوي صفر. وده اول احتمال عندي في التلات احتمالات. اول احتمال في ايه? التلات احتمالات. فاضل عندي احتمالين? لو كان التردد اقل او اكتر. تعال شوفي. حالة تانية. عندما يكون تردد الدخل اقل من التردد المركزي. اقل من عشرة والسبعة من عشرة. طب انا شاءت حاجة بقى يعني اخلال لك معايا. لما كان التردد اللي جاي بيساوي التردد من تواصل. مش قلت لك التردد ده جاي على مزاج وعلى هوا داية الرنيد. صح? طيب دلوقتي. لا. ده التردد اللي جاي. جاي اقل من عشرة والسبعة من عشرة. اقل. لما يكون التردد اقل من عشرة والسبعة من عشرة. الاشارة هتقابل ممنعة سعوية. كل لما التردد دي ايه? كل لما ال اكس سي تزيد. زي ما احنا قلنا اكس سي بتسوي واحد على اتنين باي. اف في المقامة. اذا الاشارة دي هتقابل ممنعة سعوية. اف كل ما تقل في المقام ال اكس سي حتى ايه? حتزيد. عشان كده بنقول لما التردد يكون اقل اول حاجة تقابل الاشارة ممنعة سعوية. وبعدين اللي هيحصل? اه. هيبقى عندي بقى بالعملية مش هتتساوي. مش هيبقى ايه ال اتنين قد ايه ال تلاتة. لا. ده هيبقى ايه ال تلاتة. حصل. خلل في الدائرة. تردد اللي جاي. مش بيساوي تردد متواصل. ده اللي ما اقل. يبقى ايه ال تلاتة? اكبر من ايه ال اتنين. يبقى ايه دي? اتنين? اكبر من ايه دي واحد. يبقى الجودل على ار اتنين? اكبر من الجودل على ار واحد. وهنا هاخد النصف السالب. النصف مين? السالب. يبقى كده? خلي بالك بقى معاه. لما كان التردد اللي جاي. بيساوي التردد المتوسط. يبقى الجاي التردد اللي جاي. زي ما قلت لك كده جاي على هوا الداير يبقى الجود اللي على اي ال اتنين قد الجود اللي على اي ال تلاتة جود اللي على دي اتنين قد الجود اللي على دي واحد جود اللي على ار اتنين قد الجود اللي على ار واحد ومتطدين يبقى الخارج عندي بصفش دي الحالة الاوانية الحالات تانية لما يكون الترد اللي جاي اقل من الترد متوسط يبقى اي ال اتنين اي ال تلاتة اكبر من اي ال اتنين يبقى الجود اللي على دي اتنين اللي هو E D2 اكبر من E D1 يبقى الجود اللي على R2 اكبر من الجود اللي على R1 ونحصل في الخارج على الجود السالب او النصف السالب تعال نشوف الكلام ده على الشاشة ونشوفه يتعامل معاه ازاي في المتجهات حالة التانية عندما يكون التردد الدخل التردد الدخل اقل من التردد المركزي اللي هو 10.7 من 10 بص خليباك معايا هيبقى E L2 اكبر من E L3 والجهد اللي على دي اتنين اكبر من الجهد اللي على دي واحد اهو والجهد اللي على ار اتنين حيبقى اكبر من الجهد اللي على ار واحد وفي الحالة دي حناخد نصف السالب اهو تعال ابص معايا بقى في الكلام اللي احنا قلناه بتاع المتجهات لما يكون الترد اللي جاي اقل من الترد المتوسط يبقى ايه اللي ثلاثة شايفوا اهو. اكبر من اي ال اتنين. شايف الخط ده? اصغر من ده. هو بقى ان اي ال اتاكبر منه. عشان كده لقي اي دي اتنين اهو. له الجود اللي هنا اكبر من اي دي واحد. والجود اللي على ار اتنين اكبر من الجود اللي على ار واحد. وكده هاخد النصف من السالح. طب دي كتب الكلام ده? نكتبه. ازاي الكتب نقول كده? تعقول الدائرة الى ممنعة سعوية. ليه? لأن الترد اللي جاي اقل من الترد المتوسط. اذن IS يتقدم عن EN من بيان المتجهات ايه اللي هيحصل من بيان المتجهات الاقي ED2 اهو اكبر من ED3 الجهد اللي عادي 2 اللي هو السناء اللي تحت ده اكبر من الجهد السناء اللي فوق ويكون الجهد على المقاومة R2 اكبر من الجهد على المقاومة R1 اهو جهد العام المقاومة R2 اكبر من الجهد فنحصل في الخارج على نصف موجة سالب اهو قد الحالة التانية صح كده؟ تمام فاضل عن دي الحالة التالتة لما يكون الترد اللي جاي اكبر من التردد المتوسط اهي عندما يكون التردد الداخل اكبر من التردد المركزي المتوسط لو عشر وسبعة من عشر تتوقع ايه من غير اي حاجة خلاص على فاهم ما هو مش فاضل غير الاحتمال التالت مش فاضل غيره ان التردد اللي جاي حيبقى اكبر حيديني مين؟ الموجة مش لاحتمال الاولاني كان بيساوي التردد المتوسط الداني الصفر اخت الاحتمال التاني لما كان الترد اقل ادينا الجهد السالب او النصف السالب الاحتمال التالي حيبقى لما يكون اكبر حيجيب له جزء مين الموجد تيجي نشوف الكلام ده تعان شوف الكلام ده وحلق برضو الاختلافات بتاعت المتجهات موجودة عندي ان لما يكون الترد اللي جاي اكبر من الترد من تواصل الجهد اللي على ال اتنين حيبقى اكبر من الجهد على ال اتنين والجهد اللي على ار واحد اكبر من الجهد على ار اتنين هيديني مين الموجد تعان شوف الكلام دي يبقى عندما يكون التردد الداخل اكبر من التردد المركزي اللي هو عشر وسبعة من عشرة ادي الاحتمال بتاعي مين بص هيبقى ايه ال اتنين اكبر من ايه ال تلاتة والجهد اللي على دي 1 أكبر من الجهد اللي على دي 2 والجهد اللي على R1 آه خلي باك معايا هيبقى أكبر من الجهد اللي على R 2 وهيدينة مين النصف الموجة تعال أنشوفها بالمتجاهات أاي نشوفها بالمتجاهات أدي EL2 أكبر من EL3 وبالتاليpty 1 أكبر من اي دي اتنين. وفي الخارجة هيكون ار واحد اكبر جزء على ار واحد اكبر من جزء على ار اتنين. وهيدينه جزء الموجب. او. وتقابل الممانعة ايه حسية. دماغة ملف اللي اكس ايه اللي بتساوي اتنين باي افل. تقول الدائرة الى ممانعة حسية. اي اي اس يترخر عن اي ان ومن بيان المتجهات نجي. اللي هيتم اي دي واحد اكبر من اي دي اتنين. جهد اللي على الصناقي ده? اكبر من جهد اللي على الصناقي. ويكون الجهد اللي على المقاومة ار واحد اكبر من الجهد اللي على المقاومة ار اتنين. فنحصل في الخارج على نصف موجب موجب او. يبقى دولت تاتي احتمالات بتاعتنا. طيب. خلي براك بقى معايا. ناتج دائرة كاشف مميز فوستر سيلي. يعني ايه الكلام ده? يعني عايزين ععافة تاتي احتمالات اختصار باختصار سليد. عايزين افتريتنا الأولان ان يكون التردد دي الأول اتردد بيساويز متوسط اترددد داخل الدايرة بصيب تراه متوسط هيكون الجهد ال على Cause real. ال جوة على دي ال اخد الجوة على دي ال غ电ه العدي واحد قد جوة على او بتاتل الجواة على اخد وفي الخارج ناخد صفر لان الجوة دي المتطبدة حالة الاولى حالة تانية لما يكون التردد القادرا المتوسط الترابد متوسط هيكون اي ال تلاتة اكبر من اي ال اتنين اي دي اكبر من اي دي واحد جهد على ار اتنين اكبر من جهد على ار واحد هاخد النص في الموجه الحالة التالتة لما يكون الترابد اللي جاي اكبر من الترابد المتوسط هيديني في الجهد اللي بتاع ال اتنين اكبر من ال تلاتة اي دي واحد هيبقى اكبر من اي دي اتنين الجهد اللي على ار واحد اكبر من الجهد اللي على ار اتنين ويبقى عند ده الخارج الجزء الموجد. تعال نشوفوا التلات احتمالات برضو باختصار او ايه يعني ملخصنا منكم. والتلات رسومات بالتلات آآ منتجهات في كل حالة. تعال نشوف الكلام ده عشر عشر. ناتج دائرة ميز فوستر سيري اهو. تلات احتمالات اهو. ده لما يكون الترد بسوط متوسط الدني سفر. ده لما يكون الترد اللي جاي اقل من الترد متوسط الدني النصف السالب. لما يكون الترد اللي جاي اكبر من الترد متوسط الدني النصف الموجد. بالاحتمالات اللي احنا قلناها بتاعة المتجاة بتاعة ED1 وED2 تعال بقى التعديل والكشف الFM عملية احنا هنعمل دلوقتي ايه خلي بالك بقى معايا هنعمل دا للتعديل FM وهنعمل دا للتكشف FM يعني اعدل الاشارة نفسها تعديل تردودي احط موجة حاملة على موجة محمولة واشوف شكلها الاشارة المعددة تردوديا شكلها ايه اللي هي فيها الثلاث احتمالات تردوديا ايما يكون بساوية منتوسط ايما اقل منه ايما اكبر منه وهشوف الخارج في الدايرة بتاعت الاحتمالات الصفل والموجة والساند دا فين؟ في الكشف انما التاني اللي بقولك تردد اكبر وتردد اقل ويساوي هشوفها برضو فين؟ في داخل الكشف او في التعديل داخل الكشف او التعديل دا هنشوفها عملية تعال نشوف الكلام دا دا الجهاز اللي هنشتغل عليه اهو دا مخطط كده بيبقى شكله لو بصيت كده هنا عندي فريكوانسي موديليشن دي موديليشن ترينر يعني الدائرة دي دائرة تدريب ليه؟ تعديل تردد وكاشف تردد يعني فريكوانسي موديليشن تعديل تردد هاو ودي موديليشن اللي هو كاشف تردد طيب هنشوف دلوقتي كل جزء في الدائرة عبارة عن ايه؟ اول حاجة عندي فيه اتنين بلوك البلوك دا كله اسمه FM موديليتور دا تعديل عبارة عن ايه؟ موديليتور بلوك وم دا امبلفاير بلوك يعني الاتنين تعديل وتكبير الاتنين مع بعض وبلوك كامل اسمه FM موديليتور يعني الاشارة بعدلة واكبرها في نفس البن في نفس الجزء يعني هنا دي اسمها موديليتنج امبوت موديليتنج امبوت اللي هي الاشارة المعدلة اللي هي الساين ويف شوف جاي من هنا الساين ويف دي جاي من هنا اللي هي الموجة المحمولة اهي هنشوفها برضو بالترتيب ده اللي هي موديليشن اهي ساين ويف اهي ساين ويف جنريتور اللي هو مولد تردد الموجة الحاملة او الموجة الجايبية اللي هي حال مواجة الحاملة وهنا Frequency Adjust اللي هو ظبط التردد والمفتاح ده اسمه Amplitude Adjust وعنشوف الاملتود اللي هو التساع بتاع الموجة بتاعت الساين ويف اهو وده مفتاح بزبط من التردد ده اللي هو جنريتور كاريار او مولد تردد الموجة الحاملة ده ده او بلوك بلوك التاني FM اللي هو دائرة التعديل بتاعت ال FM بلوك التالت ده اسمه D modulation FM اللي هو دائرة الكشف اللي هو ده وبعدين فيه عندي ال power supply اللي احنا قلنا عليه طيب احنا برضو هنشوف بقى الدوائده كلها هيتعامل معاها ازاي ونشوف الاشارات ازاي هنا عندي طبعا sign wave generator اهو وينها عندي اللي هي الاشارة وده هنا بزبط من التردد بتاع مين بتاع الساين ويف بتاعتنا هزبط على متين كيلو كيلو زي ما انا عايز على حسب الرينجي بتاع الو فتاع اهو وباخد هنا خلي بالك بقى معايا وصلت ده ادي ال power supply هبتدي اشغله وابتدي اشوف الاول اشوف مين اشوف الساين ويف دي خارجة ولا مش خارجة اهي قبل ما اخش على التعديل ادي الساين ويف موجودة يا عائز تمام يبقى دي الساين ويف موجودة عندي اهي شفتها اللي هي الموجة المحمولة او المعدلة بسمها اهي طيب دخلت الساين ويف ومن جوة طبعا فيه الموجة الحملة وهاخد بعد كده خارج الموجة خارج التعديل ودخل على الساينسكوك ادي موجة معدلة ترددية هشوفها اصبطها دلوقتي وحوريك التغيرات في التردد تردد قليل وتردد كبير يعني تردد بزيد وتردد بقل لما هو تعديل ترددي وللتسع سابت يعني لو لو حزت كده تلاقي التسع بتعديل شراء سابت اهو قادة تعديل التردد اهو تردد عادي جدا في المنطقة دي تردد قليل خالص في المنطقة دي وتردد هنا زي ما قلت لك كده فيه تغيرات فين في التردد اهو دايلي فقا تلات احتمالات تردد جايما يساوي التردد متوسط يا اما اكبر منه يا اما قال لي منه وبقول لك اقول التسع سابت التسع هنا سابت انما التردد هو اللي بيه بيتغير قادي الاشارة بص بقا هنا خلي بقاك بقا معا هغير في المفتاح ده المفتاح ده تغيير فيه اتساع الموجة الحملة بتاع الصين ويف واحنا قلنا التعديل في التردد خلي بالك هو التغير الحادث في تردد الموجة الحملة تبعا للموجة المحمولة قادي الموجة المحمولة هيه هغير في التسعها لو غيرت في التساع هيحصل ايه؟ يتغير التردد ده الكلام دي احنا بنقوله هو طب ما تيجي نشوفه تعالي نشوفه في الكلام ده اهو هغير في التساع بص اللي يحصل اهو التردد بيزيده ايه؟ وقال بغير في التساع السين ويف بتاع الموجة اللي حام المحمولة يتغير معايا التعديل التردد يبقى انا كده شفت كده عملية التعديل وشفت ازاي بيأثر التساع الموجة بتاعت السين ويف في التعديل وفي التردد احنا دلوقتي بقى عايزين ناخد الاشارة دي ده ايه اللي هي المعدلة اف ام ونعمل لها عملية كشف الاشارة دي فيها كم احتمال فيها تلاتة يتساوي الطرد متوسط العشرة سبعة من عشرة يا اما اقل منه يا اما اكبر منه والتلات احتمالات دول هيدوني مين هيدوني في الخارج يا اما الجزء الصفل والجزء السالب والجزء مين الموجب تعال نشوف الكلام ده ادي الاشارة هيه هنبتدي بقى نخش على مين اهو هاخد خرج المديريشن خارج التعديل ودخله على الكشف اهو بص كده مكتوب هنا ايه اف ام دي مديريشن كاشف الاف ام وخدت الاشارة من المعدل وحطت تاني لازم اشوف ده اشارة ساين ويف اتفيد اللي فيها تلاتة احتمالات السفر واللي السالب والموجب اهو نشوف بقى كده على الاسلسكوب ونشوف الخارجة حيدينا ايه وصلت اهو ظهرت اهي اهي بص ايوة تمام اهي نص الاول السفر وبعدين قد الجزء الموجب وقادي الجزء مين السالب اللي هم جايين من مين من التردد يا اما يساوي تدقصة يا اما اقل منه يا اما اكبر منه دي الاشارة بتاعتنا بتاعت مين بتاعة الاشارة الاف ام بعد كشفها بعد مين بعد كشفها ودي اشارة طبعا متغيرة فين فيه طبعا السالب والموجب والصفر ده الخارج بتاع الاف ام اوت بوت اف ام دي مو دي ريشن اوت بوت يبقى انا كده خلي بالك بقى معايا عمالت عملية التعديل عمليا طيب حنيجي بقى نشوف عندنا جزء حنتكلم عليه اللي هو خاص بنظم الارسال التليفزيوني خلي بالك معايا كويس اولا كده احنا خلصنا الاجهزة الازاعية كلها الام والاف ام هنخش دلوقتي على الاجهزة التليفزيونية قبل ما نخش على الاجهزة التليفزيونية النظام التليفزيوني ايه هو النظام التليفزيوني احنا بنقول النظام التليفزيوني يعني معناها ايه? انت بتشوف صورة دلوقتي قدام انت شايفه دلوقتي قدام منك. عايزين نشوف انت شفت الصورة دي ازاي? يعني هي جات لك ازاي? هل دي صورة بتحذف في الجو وبتجي لك? لا طبعا. انما النظام التليفزيوني لما نيجي نعرفه حنقول هو نقل صورة او اشارة صورة طبعا او نقل الصورة من مكان الى مكان اخر بعيد. عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية. والمكان ده يعني زي ما احنا كده بنمقاعدين هنا دلوقتي ونفتح التليفزيون نشوف اللي حصل في كل حتة. في كل بلد اللي حصل ايه? ما جايت لك? جاي لك صور. طب الصور دي جات لك ازاي? جات لنا عن طريق اشارات كهرومغناطيسية. اشارات كهرومغناطيسية. طيب. الاشارة دي بتجي لك عبارة عن صورة بس? لا. بتجي لنا عبارة عن صورة وصوت. عشان نقدر نقول ده نظام تليفزيوني متكامل. لازم يكون فيه اشارة صوتية ولازم يكون فيه اشارة مرئية اللي هي الصورة. ده نظام التليفزيوني. هنتكلم بعد كده على فكرة التليفزيون نفسه وفكرة الارسال التليفزيوني. جات ازاي في الارسال وفي الاستقبال. انما تعالي الاول نعرف النظام التليفزيوني ونشوف لو جالك سؤال فيه تعرف تجاوبه ازاي? نشوف الكلام. نظم على الارسال التليفزيوني. النظام التليفزيوني هنتكلم عليه بعد الوقت اللي اللي عرفت لكم من شوية. هو ارسال واستقبال الصورة المرئية بعمانة من مكان لاخر بعيد بواسطة الموجات الكهر ومقراط الصيف. ومعها في نفس الوقت الصوت المصاحب للمنظر. حتى نحصل في جهاز الاستقبال على برنامج متكامل سمعي وبصري اللي هو نظام التليفزيوني المتكامل. بيبقى فيه عند محطة ارسال وبعدين بنبعث الاشارة وبعد كده قدم حطة الارسال ونبعث الاشارة وبعد كده بنستقبله. يبقى فيه ارسال واستقبال. طيب تعال نشوف هنا فكرة الارسال التليفزيوني. خلي بالك بقى معايا. فكرة الارسال التليفزيوني جات ازاي? مركز كويس او في الكلام اللي هقول. انا دلوقتي موجود في الستيديو. هقول لك اللي بيحصل هنا دلوقتي على طول تبقى عارفه وهو ده اللي مطلوب انك بتعرفه. الارسال التليفزيوني فكرة الارسال التليفزيوني. انا دلوقتي قاعد في الستيديو. حواليا فيه اضاقة. وفيه كاميرا قدام مني. اللي بيتم? الاضاقة بتنزل عليها. وبعدين ينزل عليها ضوق. ينعكس من الصورة بتاعتي او من الجسم بتاعي. ضوق تاني. ضوق المنعكس ده حيروح على مين? على عدسة بتاعت الكاميرا اللي قدام مني. العدسة تجمعه وتحطه داخل لوح المزايك اللي موجود في داخلها او على حسب تركبها. وتحول الاشارة الاشارة الضوئية دي الى اشارة كهربية. يبقى الكاميرا حولت الاشارة الضوئية اللي جاية من المنظر على حسب تفاصيل المنظر. الى اشارة كهربية. بقى المنظر طبعا هنا فيه تغيرات. تغيرات ليه? الاشارة كهربية متغيرة. جزء اللي في الشعر. لون الشعر غير لون البشرة الجبهة غير لون الجاكت غير لون وهكذا. دي كلها التفاصيل. التفاصيل دي موجودة فين? موجودة في الاشارة الضوئية اللي راحت على الكاميرا. لدوق المنعكس. والدوق المنعكس راح لمين? راح على لوح المزايك تحول لاشارة كهربية. اصبح فيه تغيرات كهربية بتعبر عن تفاصيل المنظر. يبقى دي اول حاجة. حولت الصورة لاشارة كهربية. عن طريق الكاميرا. وبعدين. الاشارة دي لالاشارة كهربية عملت لها عملية التعديل. احطها على موجة حاملة. عشان تروح لمسافات بعيدة. عشان تروح لمسافات ايه? بعيدة. بعد التعديل بروح مدخلة على هوائي ارسال. عشان يحول هالي من كهربية الى كهروق مغناطيسية. ويبعتها الاجهزة اتنين لاستقبال. طب ما تيجي نشوف الكلام ده? تعال نشوف الكلام ده. فكرة الارسال التلفزيوني. هي تحويل الصورة المرئية اللي زي ما قلت لك كلا. بواسطة الكاميرا الى اشارة كهربية. ثم يتم تحميل الاشارة الكهربية على موجة حمل عالية التردد والتعديل. وبسها عن طريق هواء الارسال على هيئة موجات كهرومغناطيسية. بعد المحاولة من كهربية كهرومغناطيسية. ويتم تعديل اشارة الصورة اي ام. اما الصوت بيعدل اف ام. والكلام ده هنجيله بالتفصيل. تعال نشوف الاول الفكرة بتاعت الارسال التلفزيوني بطريقة سهلة جدا تخليك ما تنساش ابدا. ادي صورة. دخلت على كاميرا. حولتها الكاميرا من من الصورة لاشارة كهربية. خدت الاشارة الكهربية دي. اللي هي معبر عن تفاصيل الصورة. وبعد كده اروح ما اعمل لها ايه? اعمل لها عامل لها تعديل. وبعد التعديل اروح مدخلها على هوائيات الارسال. وبعد هوائيات الارسال اروح محاولها الاشارة كهرومغناطيسية. وبسها عبر الاسير. سهلة جدا. انا اشارة معدلة هوائي ارسال موجات كهرومغناطيسية. ده التسلسل بتاعها. تاني نجيبها من الاول تاني ايه? ادي الصورة بتاعتي. دخلتها على الكاميرا تحويت لاشارة كهربية. الاشارة كهربية عملت لعملية او التعديل. اهو. بعد ما عملت لعملية التعديل دخلتها على هوائيات الارسال. اتحويت من كهربية كهرومغناطيسية. ونشرناها عبر الاسير. لو انا قلت لك بقى خلي بالك بقى معايا. لو انا قلت لك فكرة الاستقبال التليفزيوني. هي عملية عكسية للارسال. مش انت شايف عندك مين الصورة? احنا بدأنا خلي بالك معايا في الارسال. بدأنا مين? بالكامرة. اللي هي حويت الصورة لاشارة كهربية. انت عندك الشاشة. اللي هي حويت الاشارة كهربية الى اشارة ضوئية مرئية. اللي هي الصورة. تم تيجي نشوف فكرة الاستقبال التليفزيوني. مش انا اخر حاجة في الارسال. كنت واقف عن محطة الارسال اللي بعاتتلي الموجهات الارسال. اللي بعاتتلي الموجهات الكهربية. ايوة. يبقى انا اخر حاجة. اخر حاجة في الارسال كانت الموجهات الكهربائية. وهي دي هي تبقى اول حاجة في اجلسة الاستقبال ان هي تستقبل بالهوائيات بتاعت الاستقبال. هي بقى هوائي الاستقبال هياخد الاشارة ايه? يحول الاشارة الكهربائية اللي يجي من الارسال لكهربية. فلي باجده في الاستقبال. وبعدين هاخد الاشارة الكهربية دي كانت على موجه حملة. افصل الموجة الحاملة عن المحمولة. وبعدين اروح عامل ايه بقى? اروح عامل ده. بعد داية الكشف ابتدي اخد الاشارة بتاعتي ودخلها على الشاشة. اشاركة عربية. وتشاشة تحولها لي الاشارة ضوئية مرئية. تعال نشوف الكلام ده. تكلت الاستقبال التلفزيوني اهي. يتم ذلك عن طريق هواء الاستقبال. طيب. اه. وقت الحلقة بتاعنا خلص. ان شاء الله باذن الله هنكمل الجزء ده في الحلقة القادمة. ان شاء الله باذن الله. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة. وإلى ان نلقاكم في حلقة قادمة. ان شاء الله.